الطاقة العامة لك برج الدلو أنت متصالح مع روحك ومع نفسك وأنت راض بالعيشة التي أنت تعيشها وطاقة هنا تذكرني ببرج الميزان أيضا وهو أيضا بنفس الطاقة ظهر لنا فأنت تعيش حياة لوحدك ربما تكون قد انفصلت وأنت الآن راضي عن العيشة التي أنت تعيشها أو أنك عزى بأعزب لا يوجد في حياتك أي علاقة أو يوجد أي علاقة ولكنك راضي بالشيء الذي أنت فيه حاليا وأنت تعيش حياتك وتحافظ على استقرارك وتقوم بأعمالك وروتينك اليومي وأنت جدا مسرول بنفسك ترى الحبيب بأنه ربما يكون عنيد قليلا ولكنك تحبه وترى بأنه الأمنية التي تتمنى أن تكون معه هذا الحبيب هو حزين ومشتاق جدا ولكن هو يبدو بأنكما كنتما في علاقة زواج أو علاقة ارتباط وأنتما الآن في انفصال وتباعد وهو الآن يشعر بالحزن والشوق لك وهو يحبك جدا يحمل لك مشاعر جدا صادقة هذا الحبيب هو ينوي بأن تأتي إليك مسرعا وتعيشان مع بعضكما كما كنتما في السابق هو يشعر بأنه يجب عليه أن يتصرف بسرعة قبل أن يخسرك الطاقة هذه القراءة لك أنت تعيش في حياة كما قلت وظهرت لي في الطاقة العلمة أيضا أنت تعيش حياة جدا في راحة أنت تعيش حياة مرتاح فيها ومتصالح مع نفسك وأنت مرتاح للإيشاء التي أنت تعيشها وهنا الآن يظهر لي نفس الشيء ربما أنت كما قلت كنت في زواج وحصل انفصال ولكنك تعيش الآن مع العائلة الكبيرة عائلتك أمك أبوك أخوتك وأنت تشعر بالسعادة الكاملة معهم أو أنك قد تعرضت إلى انفصال وأنت تعيش مع أبنائك ولكن تعيش وأنت مسرور وسعيد بالحياة التي أنت تعيشها الآن ولا ينقصك شيء وإذا كنتما مرتبطين فقط فأنت تعيش في أسرتك سعيد جدا احتمال بأنكما مرتبطين فقط لا علاقة زواج ولا علاقة خطوبة علاقة حب فقط وأنت الآن تعيش بحياة جدا جميلة وهادئة وأنت سعيد جدا بهذه الحياة الحبيب هو في طاقة ترقب وانتظار هو ما زال متمسك بك هذا الحبيب احتمال بأن يكون عنده طرف آخر ولكنه ما زال متمسك بك وهو في طاقة ترقب وانتظار لأي خبر منك يأتي من بعيد وتظهر لي هنا عن مشاعره بأنه في حالة ترقب وانتظار ربما هو قد وضع في هذه العلاقة الشيء الكبير هو قد تعيب وبذل جدا مجهود في هذه العلاقة لكي تنجح ولم يحصل على هذه العلاقة إلا على شيء قليل وهو الآن يراقب وينتظر منتيجة ما وضعه مسبقا أو ربما كنتما في مشروع أو في عمل أنتما مع بعضكما ووضع أموال كثيرة أو ربما مع أي شخص آخر أيضا في مشروع ربما وضع أمواله في مشروع وهو الآن في حالة ترقب وانتظار لنتائج هذه المشروع ولكن النتائج تكون في هذه البطاقة بالغالب إيجابية هذه هي مشاعره مشاعره مثل طاقته هو في حالة الترقب وانتظار لسماع أي خبر منك مشاعرك باتجاهه أنت ترى بأنه احتمال بأنه تراه متباعد لا يعطيك أي اهتمام لا يظهر لك بمشاعره وحبه أو بأنه تراه كنجمة عالية في السماء تريد أن تكون معك وفي هذه الطاقة أيضا ظهرت في الطاقة العامة أنت تراه الأمنية التي تتمنى أن تكون معك أو بجانبك وهنا تراه أيضا أمنيتك وأنت تريد وتشعر بأنك هو الشيء الذي تتمنى في هذه الحياة أنت تحبه جدا نواية هذا الشخص أن ينهي المعركة التي بينكما ينهي المعركة ويأتي إليك مسرعا ولكنه بنفس الوقت لا يريد أن يظهر لك بأنه هو الخاسر هو سيبقى كما قلت هو عنيد قليلا ولكنه هادئ وصبور ولا يظهر أي مشاعر ويريد أن يأتي إليك وينهي المعركة بينكما ينهي الخصام إذا كان في خلاف بينكما ينهيه تماما ولكنه سيبقى على موقفه سيبقى على رأيه لا يحاول أن يتراجع عن موقفه فهو إنسان متمسك برأيه لا يريد أن يجعل نفسه بموقف ضعيف وهناك ناس كثيرون بهذه الصفات يعرفون أنهم مخطئين ولكنهم لا يظهرون هذه الأخطاء للآخرين يشعرون بالخسارة في داخلهم ولكن يحاولون أن يكونوا أو يستعيدوا ما خسروه ولكن بدون أي تنازل من طرفهم وهذا الشخص بهذه الصفات نواياه خطته القادمة أن يأتي إليك ويقدم لك عرض بالتصالح والمداية الجديدة فهو يريد أن تكون معه وهو يحبك وينتظرك هو ينتظر جداً في هذه البطاقات كلها طاقة انتظار ولكنه هنا يريد أن يقدم لك عرض ربما بعد أن يجني ثمار بهذه المشروع أو هذا الشيء الذي حتى وضع فيه كل ثقله ربما بعد أن يأخذ نتيجة من هذا المشروع ربما يريد أن يأتي إليك بعرض بعرض مالي أو بهدية أو بأي شيء ممكن أن يعبر عن حبه لك أو عرضه بشكل ماتي أكثر ما هو عطفي ولكن نتيجة هذه القراءة ستبقى ستشتعل الخلافات من جديد بينكما ربما بأنه كما قلت أنه شخص عنيد لا يريد أن يتنازل ولا يريد أن يظهر نفسه بأنه المخطئ وأنت إنسان حقاني وتحاول أن تخاطبه بالعقل وهذه هي النصيحة خاطبه بالعقل تحاور معه بشكل منطقي ادخلوا إلى قلب الموضوع إلى سبب المشكلة وضع أخطاؤك وأخطاءه أمامك ولتكن قراراتكم نابعة بشكل كامل من العقل وهذه هي نصيحتك استعمل عقلك فهذا الشخص كما يبدو لي بأنه شخص عنيد وأنت بيدك المفتاح مفتاح لعقله أنت قد علمت ما هي نواياه وقد علمت ما هي طبيعته وأنت بحكمتك وبعقلك تستطيع أن تقلب هذه الخلاف هذا الخلاف وهذه المشاكل بطريقة عقلانية تعامل معه باسلوب لطيف وكن معه حكيماً في التعامل لكي لا تحصل بينكما مشاكل وتعيد الكرم الجديد بينكما بطريقة لنقطع النصائح تقول لك البطاقة لا تصدق كل ما تسمعه ولا تقول كل ما تعرفه احتمال بأن يكونك بينكما سبب المشكلة هو كلام قد سمعته من أي طرف من أحد أصدقائه أو أهله أو أحد من أصدقائك أنت ولم تتحقق مما سمعت احتمال بأنه ناس مغرضين لا يريدون لك الحب ولا يريدون لك الخير وقد قالوا لك أشياء غير صحيحة وتقول لك هذه البطاقة لا تصدق كل ما تسمعه فاحتمال بأن يكون هذا الكلام كاذب ولا تقول كل ما تعرفه واحتفظ بأسرار بداخلك لا تكون صريح وضوح الشمس كن نوعا ما غامض ومحتفظ بأسرارك بداخلك أمام بعض الناس النصيحة الثانية تقول انظر إلى أخطائك قبل النظر إلى أخطاء الآخرين فهذه هي كما قلت تحكم استعمل عقلك ووضع أخطائك وأخطاءه أمامك انظر لأخطائك لكي يعترفي أخطائه هذه هي النصيحة لنأخذ نصائح من الرومانس انجل تقول لك هذه البطاقة خطوبة فربما تكونان انتما في قد تعرفتما على بعضكما عن طريق الانترنت أو في علاقة جديدة أو في خلاف بينكم انتما كنتما احتمال في علاقة منذ زمن وقد حصل بينكم خلاف وأنت قد قلت له لماذا لا تقدم بخطتي أو بهذا الشيء وأنت قد سمعت ممكن أن تكون قد سمعت عنه أشياء غير صحيحة وهذه البطاقة تقول لك بأنه سيحصل بينكم خطوبة ان شاء الله تقول لك هذه البطاقة عبر عن حبك أظهر مشاعرك وعبر عن حبك لهذا الشخص فممكن أن يكون أن يخفف من عناده إذا أظهرت حبك له هذه البطاقة تقول لكم رجوع هذه القراءة جدا مبشرة بالرغم من أنه سيحصل خلافات بينكم لأن في ذلك ولكن بعقلك وحكمتك وبحل هذه المشكلة الوصول لحل هذه المشكلة ستتلافيان المشاكل التي ستحصل بسبب أشياء سمعتموها ولم تكونوا مع بعضكم سريحين حاكموا مع بعضكم بالعقل وكل شيء بإذن الله سيتصلح شكرا لكم برج الدلو على هذه المشاهدة وأرجو أن أرأكم في ذلك شكرا لكم شكرا لكم